مجلس الأخبار من بين سبورتس الإخبارية في قطار أهلا بكم نتحول بكم مشاهدنا إلى لستر لمتابعة جانب من المؤتمر الصحفي لمدرب أتريتيكو مادري دييغو سيميوني قبل مواجهة لستر سيتي في إيابي ربع نهائي دوري للطالع مانو مارتين من ESPN الآن المواجهة بهذه الوضعية ولستر في المستوى هل كنت ستفضل ستفضل أن تلعب مباراة العودة على فيسنتي كالديرون أولاً لستر يلعب بمستوى جيد وينافس بقوة كبيرة في آخر ستة أو سبعة مباريات وهو قريب من المستوى الذي قدمه في الموسم الماضي أما أن تلعب المباراة على العودة أو خارج العودة لقد تحدثت مع بجموع من مزولين الاتحاد الأوروبي عندما تلعب على أرضك دائماً لديك هذه الأسباقية ولكن يجب علينا أن نجد هذه الحلول اليوم كنا نلعب المباراة الثانية خارج أرضنا وأعتقد أن الهدف الواحد في مواجهة متكافية ويجب أن تلعب المباراة ويجب أن تلعب المباراة ويجب أن تلعب المباراة تسجيل الأهداف غداً لتاهل أنا أكرر ما قلته قبل المباراة الكالدرون ربما حسب نوعية الخصمة ونوعية فريقنا ربما هناك تشابل بين الفريقين ومن الواضحة أن المباراة لن تختلف كثيراً عن المباراة التي لعبناها في إسبانيا سيكون مباراة صعبة بقليل من الأهداف وكما قال بودين ربما التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة لأي من الفريقين عن حصل الى مباراة ستعلم الكرة مباراة لأي من الفريقين أعتقد أننا تماما ونحن المشكلة في طريق أننا الجحافة نعم تماما لنظر سيكون وكitingه وكذلك وكذا أفضل وكذلك ومن وقت وكذلك وفعل منا لا نوعيا سيكون دخول في ريقان موسيقى 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 صفر في التعوية على الجهرية كما يجب أن تجد مكان في الجهرين ويجب أن تجد مكان في التفاية سيجد مكان في جهرة ساعة سوف يجب أن تصل إلى الواقعات الثالثة ما ساعتبر لأسنان مادرد لأسنان مدينة الأتعة أعتقد أن أفضل ما فعله هذا الفريق في السنوات الأخيرة هو التنافس بقوة في كل منافسة يلعبها وهذا ما يجعله فريقا مختلفا وربما هذا شيء مهم جدا وشيء نجابي أما أنا لا أتخيل أنا فقط أتعمل مع الواقع بكل تأكيد سنواجه أجواء قوية لأن ليستر يشعر بالقوة على أرضه وبين جمهوره وإذن يجب علينا أن نكون مستعدين للخروج من هذه المباراة أو قيادة هذه المباراة كما نخطط لها المدربة باتريتيك مادريد دياغو سيميوني الذي تحدث فيه قبل مواجهة لستيرو سيتي اشتركوا في القناة